السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة بناخد مع بعض مادة قانون المرافعات المدنية والتجارية لديبلوم القانون الخاص بناخد مع بعض كده وبنكمل التداخل اللي بيحصل بين المادة 50 وبين المادة 51 مرافعات لما المرة اللي فاتت تكلمنا وقلنا ان المادة 49 مع المادة 51 عملت اشكالية فاحنا النهاردة بنكمل مع بعض ونقول ان المادة 50 مع المادة 51 بتامل اشكالية تانية خالص ودلوقتي هنوضحها مع بعض المادة 50 بتقول في الدعاوة العينية العقارية ودعاوة الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او احد اجزاؤه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة وبعد كده جاينا نبص على المادة 51 لان المادة بتقول في الدعاوة الجزئية التي ترفع على الحكومة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة والحد هنا مفيش اي مشكلة خالص الكلمة اللي جاية دي او الفقرة اللي جاية دي هي فعل مشكلة كلها ما مراعاة القواعد المتقدمة قلنا هنا المادة 51 بتدي اشارة ان احنا نخلي بالنا اثناء التطبيق على نص المادة 50 ونص المادة 49 لان هي ديت القواعد المتقدمة بالنسبة للمادة 51 لان احنا قلنا الاختصاص المحلي بيبدأ من 49 لحد 62 تمام كده ما فيش اي مشكلة عشان نشوف الاشكالية مع بعض يعني عايزين نضرب مثال ونشوف ايه هي الفكرة او ايه هي المشكلة هنا المشكلة بتيجي من الدعاوة العينية العقارية التي ترفع على الاشخاص الاعتبارية العامة الدعاوة العينية العقارية ديت احنا لما نيجي نطبقها مع نص المادة 50 ونيجي نطبق نص المادة 51 مع الاشخاص الاعتبارية العامة هلاقي ان فيه اشكالية كبيرة طيب تعالوا نضرب مثال علشان نقدر نحدد فين الاشكالية بالزبط اذا رفعت دعاوة عينية عقارية جزئية ضد محافظة الاسكندرية بشأن عقار يقع في مدينة المنزلة بمحافظة الدقاهلية هنا بقى هنطبق نص المادة 50 عشان العقار ده موجود والموقع بتاعه في محافظة الدقاهلية ولا هنطبق نص المادة 51 علشان احنا رفعنا دعوة عينية عقارية جزئية ضد محافظة الشرقية هي دي بقى الفكرة كلها اللي احنا بنوضحها مع بعض الفكرة هنا كان لي اراء اول رأي بيقول انه احنا علشان نحدد المحكمة المختصة اللي هي خاصة بيه المسألة دي فاحنا هنطبق المادتين مع بعض يعني ايه يعني هنعمل حاجة اسمها التطبيق الجامع هنطبق نص المادة 50 وهنطبق نص المادة 51 في نفس الوقت ازاي هنيجي الاول على نص المادة 50 وهنحدد انهي محكمة جزئية مختصة وفقا لها يعني هنشوف المحكمة المختصة هنا فيه وبعد كده نروح للمادة 51 عشان نحدد المحكمة المختصة بالدعو طيب ازاي عايزين نشوف اكتر شوي هنا مثلا هنيجي هنشوف المادة 50 بتقول ان محكمة محل العقار فهي هتكون محكمة المنزلة الجزئية وبعد كده هنروح نطبق نص المادة 51 فساعتها هنا هتكون المحكمة المختصة بالدعوة هي المحكمة الجزئية التي بها مقر محافظة الدقاهلية اللي هي ايه اللي هي محكمة باندر المنزلة الجزئية لان ديت محكمة مقر المحافظة فكده المسألة هنا بتكون على وضوح اكتر لان احنا طبعا ضربنا مثال زي ما احنا ما متعودين وده بالنسبة للرأي الاول طيب الرأي التاني بيقول ايه بيقول ان احنا هنا ما ينفعش نطبق النص المشترك او ما ينفعش نعمل التطبيق المشترك لنص المادة خمسين واحد وخمسين لان كل واحدة فيهم بتدينا يعني نتيجة مختلفة بمعنى انه احنا قلنا ان المادة خمسين دي بتخلي الاختصاص لمحكمة موقع العقار طيب ومحكمة والمادة واحد وخمسين بتدي الاختصاص لمحكمة التي يقع بيدائلتها مقر المحافظة فهنا لما نجي نرجع بين نص المادة خمسين ونص المادة واحد وخمسين فاحنا هنطبق نص المادة خمسين مرافعات علشان دي التوصية اللي قالت هلنا نص المادة واحد وخمسين في الاخر لما قالت لينا مع مراعاة القواعد المتقدمة ودي معناها انك انت لازم تطبق نص المادة خمسين طيب تعالوا نضرب مثال على رأي الفقه التاني ده هنقول ايه هنقول هنا انه الاختصاص بالدعوة الجزئية التي ترفع على محافظة القاهرة للمطالبة بحق عيني على عقار يقع في مدينة مينيا القمح لمحكمة مينيا الامح الجزئية فساعتها هنا هيكون الاختصاص لمحكمة مينيا الامح الجزئية وليس لمحكمة بندر الزكازيك ليه لان هنا هنطبق نص المادة خمسين اللي هي موقع العقار محكمة موقع العقار ويبقى احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة وانتظرونا في الحلقة القادمة بامر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته